السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مرحبا بكم أعزائي التلاميذ والتلميذات في درس آخر في مقطع آخر من دروس مادة علوم الحياة والأرض لمستواجدة مشترك علوم خيار فرنسية إذن لازمنا في الوحدة الأولى وحدة علم البيئة إيكولوجي الدرس الأول شابت خوان الخارجة البيئية إذن كنا قد تطرقنا في السابق لكل ما يخص دراسة توزيع النباتات وقد أنهينا هذه المرحلة في هذا الدرس إن شاء الله سوف نتطرق لبعض التقنيات لدراسة توزيع الحيوانات تكنيك داتويت دولاري بارتسيون دي زانيمو موسيقى ترجمة نانسي قنقر 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 عن عشاش الحيوانات عشاش الطيور وبعد ريش الطيور والذيكس قيمون اليوم بوراز الحيوانات لبلو دو ديجكسيون كذلك بعض الافرازات الحيوانات واخيرا نقوم باستياد بعض الحيوانات التي يمكن استيادها مثلا بعد الحشرات بعد الطيور بعد الثديات لما يفعل بعض الثديات انسيكت حشرات وزوط طيور ومفاعة الثديات باستعمال الافخاخ باستعمال بعض الافخاخ لاستياد هذه الحيوانات البوليزاني مو اكواتيك بالنسبة للحيوانات المائية نستعمل بعض الشبكات التي تمكن استياد الاسماك او بعض الكائنات المائية اذا اول تقنية سوف ندرسها بالنسبة لبعض التقنيات المستعملة لدراسة توزيع الحيوانات هي تقنية او طريقة ميطود دو كابتو غماركاج غكابتو وهذه الصورة عندما كنت لازلت طالبا في كلية العلوم السمنالية وقمنا بخارجة بيئية لتطبيق هذه الطريقة اذا مبدأ هذه التقنية هو بسيط جدا هذه التقنية قديمة تستعمل في علم البيئة بطبيعة الحال هذه التقنيات نستعملها عندما لا يمكن ان نلاحظ جميع افراد الساكنة المدروسة اذا هذا المبدأ هو بسيط اولا الميزة ان بلاس بيئج يعني وضع الافراخ في مكانها تانيا لكابتور دو زانيمو يعني مسك الحيوانات مسك بعض الحيوانات المركاج يعني نقوم بعلامة على هذه الحيوانات نقوم بتعليم ووضع علامة تبين هذا الحيوان نقوم بإطلاق هذه الحيوانات مرة اخرى اذا نقوم اولا بنصب الافخاخ او المصيادة نقوم بنصب المصيادة تانيا نمسك الحيوانات التي تم استيادها في الفخ تالتا نقوم بتعليم هذه الحيوانات وتلقوها نقوم بوضع علامة هذه الحيوانات وا اطلاقوها في المحيط الذي تسكن بعد ذلك الخطوة التالتة اتند دو كالكو جوه و سمين بوكو لزانيمو محكي سملانش افك لسوتر ننتظر بعض الايام او بعض الاسربيه لكي تختلط الحيوانات التي قمنا بمسكيها وإطلاقها تختلط مع باقي الحيوانات الاخرى الخطوة الرابعة على رميز ان بلاس بياج نرجع مرة اخرى الى نفس المكان الذي كنا قد اتينا له في السابق و نقوم مرة اخرى بوضع المسيادة او بوضع الافخاخ لاستياد الحيوانات وخامسا لا اقوة يعني اعادة استياد الحيوانات نقوم باستياد مرة اخرى الحيوانات في نفس المنطقة هذه المرة نقوم ببحث عدد الحيوانات التي نجدها معلمة يعني كنا قد سابقة وأمسكناها وعلمناها مفهوم هذه هي تقنية بسيطة سوف أقول لكم لماذا تصلح هذه العملية أو لهذه التقنية بالنسبة لطريقة التعليم الحيوان الذي قمنا باستياده تختلف حزابة نوعية الحيوانات بالنسبة لطيور يمكن أن نقوم بقس الأجنيحة ويمكن أن نقوم بتعليق خاتم على أرجل الطيور بالنسبة للصدفيات أو بالنسبة للسلحفات التي قمنا بها نقوم بقطع على مستوى غشائها الخارجي من الصدفة الخارجية والغشاء الخارجي للسلحفات إذن هذه التقنيات تمكننا من حساب عدد الحيوانات المدروسة عدد أفراد الساكن المدروسة الموجودة في المنطقة إذن أولا لحساب عدد أفراد العين المدروسة عدد أفراد الحيوانات الحيوانة التي قمنا باشتغال عليه ن كبيرة لفكشيف آيستيمي يعني العدد الإجمالي لساكنة السلحفات الموجودة في المنطقة إن صغيرة مضربة في تي كبيرة على مقسومة على التي صغيرة مع إن كبيرة قلت هو العدد الإجمالي للسلحفات أو النوع الذي نقوم باشتغال عليه وعدد جميع السلاحي الموجودة في المنطقة تي كبيرة لنمغ دان دي فيديو كابتوري لور دلات خمير كامباني دو ماركاج يكابت تي كبيرة هو عدد الأفراد التي قمنا باستيادها في المرة الأولى وقمنا بتعليمها هو التي كبيرة إن صغيرة ون صغيرة هو عدد الأفراد التي قمنا باستيادها في المرة الثانية يعني في استياد عندما رجعنا في المرة الثانية والتي صغيرة هي عدد الأنواع التي قمنا باستيادها في المرة الثانية ووجدناها معلمة يعني كنا قد استضناها في المرة الأولى وقمنا بتعليمها واستضناها في المرة الثانية التي صغيرة هي عدد الأنواع التي استضناها في المرة الثانية ووجدناها معلمة بينما إن صغيرة هي جميع الأنواع التي جميع الأفراد التي قمنا باستيادها جميع الحيوانات التي قمنا باستيادها في المرة الثانية معلمة أو غير معلمة وهكذا ببساطة يمكن أن نحسب العدد الإجمالي للحيوانات الموجودة في المنطقة بالنسبة لساكنة معينة من المنسبة للطيور أو بالنسبة للسلاحف أو 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 إلى آخره إذا هنا نكون قد وصلنا إلى نهاية هذا المقطع المرجو الضغط على زر لايك إذا لديكم أي سئلة أي ملاحظات أي استفسار أي مصائح المرجو الضغط في خان التعليقات وإلى اللقاء في مقطع آخر من سلسلة دروس مادة علوم الحياة والأرض